مراهقين لصوص سيارات في فين وإن كنا تناولنا الخبر موضوع مجموعة السوريين سائق التاكسي اللي قدروا أن هم يتم القبض على مجموعة هذه جماعة سالزبور بس الغريب في الموضوع أن أعمار اللصوص 10 سنة 17 سنة وكمية التدمير لما توصل من جهة من جهة التعليم بأدنى مستويات واليوم كان في عنا خبر عم نقول فيه شريحة كبيرة من العطين العمل ما عندهم تعليم أساسي نقطة أخرى تعليم ابتدائي تعليم الأساسي نعم اللي هو يعني فبالتالي نقطة أخرى لم الشمل وتوقف طلبات اللجوء متوقفة ففي تخبيص كتير بهذا الأمر فبالتالي أكيد مستوى الجريمة رح يترفع طبعاً نحن بشيء ما نظلم ضمن الأشخاص هدولي المعتقل لي مارف 14 شخص ولا قديش تقريباً 24 في منهم 8 نمساويين بس كمان بلك من أصول مهاجرة فبالتالي يا سيدي الكريم عملية تسرقة ما هيك وتدمير وخمسين تقريباً على مدار تدمير 14 سنة أو أكتر شي تقريباً تقريباً يعني مع الأسف مع الأسف فيه فوضى فيه فوضى رهيبة يعني الحمد لله بالمحصلة تم اعتقال هذه العصابة يعني وفيه من سوريا ومن تونس ومن تركيا ومن الشيشان ومن أفغانستان سوريا أفغانستان شيشان سربيا سلوفاكيا وتونس نعم لا بس ظاهرة نفسها هي اللي بتتوقف عندها يعني أنت لما تيجي حضرتك دلوقتي ده دي الأجيال اللي طلع نعم دي الأجيال اللي طلع نعم دي الأجيال اللي المفروض أنها تكون المفروض مستقبل الدولة يعني بس هذا 24 شخص سيد الكريم لا يشكلوا شيء يعني بكل مجتمع فيه فوضى فيه عنف فيه إجرام فيه كذلك فيمكن 24 دول متخصصين سيارات فيه جريمة من نوع آخر نعم وفيه أعداد برضو في النوعية نتكلم على مستوى جريمة ككل طبعا يعني هذا صراحة خبر مرعب ومؤسف بس الحمد لله أنه فعليا تم الاعتقال يعني تمت المعالجة وهذا فعليا كان فيه مؤتمر صحفي بمطلع أو منتصف الأسبوع أعتقد يوم الثلاثة أعتقد يوم الثلاثة المؤتمر الصحفي كانوا فعليا قدموا الأدلة وكيف كانوا يكسروا وكيف كانوا كزوا وكيف كانوا يسرقوا وكيف 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 صحيح وفيه شريحة كبيرة على فكرة يعني مع الأسف المتضررون من هذه الجرائم لم يعوضوا يعني الغالبية منهم لا يعوضوا إذا ما عنده تأمين تأمين على أعلى مستوى لحتى فعليا يحصل السرقة يعني مع الأسف فيه خسائر كتير كبيرة 300 ألف يورو والخسائر أنا بتصور على الأقل ضعفين إلى ثلاث أضعاف هذا الرقم شكرا